اشتركوا في القناة جاء في مضمون دفتر الشروط الجديد يمكن تمديد فترة الترخيص المؤقت بشكل استثنائي لمدة 6 أشهر وجاء كذلك فيه سحب السجل في حالة عدم وجود تمديد استثنائي بعد الفترة الإضافية كذلك إداع طلب الحصول على الموافقة النهائية بوزارة الصناعة وجاء فيه كذلك وزير الصناعة يمنح الموافقة النهائية في مدة 30 يوما من تاريخ إصدار إصال الإداع يجب أن تستوفي المركبات المستوردة مع عيير السلامة والأمان والمحافظة على البيئة جاء كذلك في مضمون دفتر الشروط استراد السيارات الجديد توفير مخزون كافي من قدع الغيار الأصلية مع ضمان تام لخدمة ما بعد البيع يمنع كذلك استراد السيارات نيابة عن مستوردين آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم يجب كذلك أن يحوز المستورد على فواتير المركبات المستوردة من قبل المصنع لا تتجاوز مدة تسليم السيارات للزبائن فترة 45 يوما لا تتجاوز كذلك فترة تسليم الشاحنات بمقطورة والمقطورات والعتاد المتحرك التسعين يوما جاء في دفتر شروط استراد السيارات الجديدة كذلك تمديد أجال التسليم باتفاق رسمي كتابي متبادل بين الطرفين المتعامل وزبون وفي حالة دفع المبلغ الإجمالي للمركبة تسلم للزبون في أجل أقصى سبعة أيام وأن لا تتجاوز المدة بين تاريخ الصنع وتاريخ الدخول إلى التراب الوطني 12 شهرا كذلك لا يجب أن تتجاوز مسافة السير المائة كيلومتر للسيارات السياحية والألف وخمسمائة كيلومتر للشاحنات والحافلات والعربات جاء كذلك في مضمون دفتر شروط استراد السيارات الجديدة تطوير شبكة التوزيع وطنيا في أجل أقصى 24 شهرا من تاريخ استلام الترخيص يتم كذلك إصدار فواتير المركبات المستوردة الجديدة من قبل المصنع الأول سعر البيع يجب أن يكون ثابتا وغير قابل للمراجعة والتحديث جاء كذلك في تفاصيل مضمون دفتر شروط استراد السيارات الجديد وضع السعر مع جميع الضرائب المدرجة والتخفضات والمزايا توفير خدمة ما بعد البيع للمركبات كالصيانة والإصلاح يجب كذلك أن تتضمن خدمة ما بعد البيع الخدمة الدورية التي يغطيها الضمان حيازة بنية تحطية مناسبة للعرض خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار إذا المشاهدين كان هذا بعض ما جاء في مضمون دفتر شروط استراد السيارات الجديدة